من خلال إنشاء مكتبة المرأة يحاول توفير بديل ولو محدود لمن حرمنا من مواصلة التعليم وغير قادرات على اقتناء الكتب بسبب قلة العمل حتى يتمكن من الاطلاع والقراءة هناك كثيرون يحضرون إلى هذه المكتبة من النساء والفتيات اللواتي حرمنا من الدراسة اليوم حضرت أكثر من عشرين فتاة أتينا لقراءة الكتب وكنا مسرورا هدية تلميذة في المدرسة الثانوية تم إغلاق مدرستها وبدلا من الجلوس في المقاعد الدراسية تحضر إلى هذه المكتبة بشكل يومي كما تقول وتقوم بقراءة ما ترغب من الكتب ثم تعود مساء إلى منزلها حقا فرحت جدا بافتتاح هذه المكتبة الخاصة بالمرأة والفتيات اللواتي لا يستطيعن الذهاب إلى المدرسة يستطيعن المجيء هنا للمطالعة والقراءة على الرغم من أن هذه المكتبة خاصة بالنساء والفتيات إلا أن مسؤولة هذه المكتبة تقول إنه لا يوجد عائق أمام الرجال أيضا تخرجت من الجامعة في كلية الفقه والقانون وهدف من الحضور هنا هو حث السيدات الأفغانيات ودعمهم من خلال القراءة في هذه المكتبة التي قامت بافتتاحها السيدات الأفغانيات المكتبة تضم ألفين وأربعمائة كتاب في مجالات وتخصصات مختلفة من الشعر والروايات والكتب الإسلامية والسياسية والقانونية ويمكن للنساء والفتيات استخدام الكتب الموجودة فيها مجانا عبداللانادر العربية كابول ترجمة نانسي قنقر